صنعاء مجال مغلق ومدينة مخنوقة مكتومة الصوت هذا لسان حال المدينة منذ الانقلاب وجدت ذاتها وشوارعها وساحاتها في قبضة كاتم الصوت وهي المدينة التي شهدت تجارب وتحولات الحرية من الجمهورية إلى الوحدة إلى التشريعات التي ضمنت حق التظاهر والاعتصام وحرية التعبير إغلاق صنعاء بهذه القتامة هو الإغلاق الأشد منذ الزمن الجمهوري ويؤكد عودة الدهنية السياسية المغلقة في زمن الإمامة التي حكمت بثلاثية السيف والسجن والسلالة الفضاء العام في صنعاء لم يعد متاحا كل يوم يمر يضيق بالتنوع باللون الواحد والصوت الواحد لعاصمة كانت في يوم ما ملتقا للتنوع والتعدد كان أبرزها جماهيريا تورة الشباب وسياسيا مؤتمر الحوار الوطني أمهات المختطفين ونقابة الأكاديميين وناشط التواصل الاجتماعي آخر من تبقى من الصوت المقاوم داخل المدينة بين فترة وفترة يكسر هذا الصوت جدار الصمت فيها كما كسر الثوار جدران الكرامة الحراك الأكاديمي والوقفة الاحتجاجية الأخيرة لحرائر صنعاء للتضامن مع حلب وبعض احتجاجات الموظفين هنا أو هناك شيء من الاعتبار لمدينة تم سحق اعتبارها منذ الانقلاب صنعاء التي كانت تتضامن مع الحرية والعدالة للقضايا العربية أصبحت مجالا لتسويق مجرم الحرب وقاتل الشعوب من الخميني إلى بشار الأسد والمدينة التي كانت تزهو بألوان العلم الثلاثة أصبحت مطلية بالأخضر تحت لافتة المقدسات التي باسمها تعرضت قداسة الإنسان اليمني وهويته وحريته لأصناف الجرائم أقساها سلب كرامة اليمني وتحويله إلى تابع ذليل ورهينة في أحسن الأحوال المدينة التي شهدت ثورات متعددة وكانت عاصمة لدولة الوحدة وفيها تم تعبيد دستور دولة الوحدة ووثيقة الحوار الوطني التي أسست لعهد من الحقوق والحريات تشهد أكثر المعتقلات المرئية والغير المرئية وتحولت إلى مجال مغلق قامع للحقوق والحريات فهل لفظت صنعاء أنفاسها ونامت أم أن للحرية فيها بقية هذا ما سيخصح عنه المستقبل وما سيقوله التاريخ الجمهوري الحديث لهذه المدينة التي عاصرت حلم اليمنيين من ثورة عام 48 إلى ثورة 11 من فبراير ترجمة نانسي قنقر